موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المزداة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله طبتم وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنة مقعدة أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسوا أننا في السنة الحادية عشر للبعثة 11 سنة معاناة تعب ضيق إيذاء مقتل أصحابه أمامه تشريد أصحابه في الأرض تكذيب سخرية استهزاء موت عمه موت زوجه الصادقة الرشيدة خديجة بنت خويلد الطائف الطائف ومحنتها يعرض نفسه على القبائل فلا يجد مخرجة في هذه اللحظات يدركه ربه بكرم وإكرام عجيب في هذه اللحظة يستدعيه الله عز وجل إلى سدرة المنتهى يا محمد إن كذبك أهل الأرض كلهم إن كذبك الإنس والجن إن كذبتك الأرض كلها فما هي الأرض في ميزان الله تعال يا محمد تعال في هذه الرحلة لترى لترى من ملكوت الله عز وجل وترى من سلطانه وترى من قوته وترى من جبروته وعظمته تعال يا محمد لنريك جزءا من ملك الله عز وجل العريض الواسع تعال يا محمد في هذه الرحلة المباركة رحلة الإسراء والمعراج هذه الرحلة جاءت منحة في وقت المحنة جاءت هدية وكرما في وقت الضيق وشدة الله لا ينسى عباده الله لا يتخلى عن عباده الصالحين الداعين إليه لنصرة دينه وإعلاء كلمته الله لا يتخلى عن حبيبه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يستجعيه الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة التي سيكون لها ما بعدها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصر الحكمة من هذه الرحلة لنريه من آياتنا وقد سبق وأن قالها ربنا عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام لنريه من آيات ربه الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى الله عز وجل بعد أن أيد موسى بمعجزات الحية أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء قال هذه الآيات أردنا يا موسى أن نريك من آيات ربك ليطمئن قلبك ولتعلم أنك في جنب القوي العزيز لتعلم أنك تحت رعاية وتحت عيني الملك الديان القهار الجبار العظيم الواحد الأحد يا موسى بعد أن أريتك هذه الآيات اذهب إلى فرعون إنه طغى فنفس الكلمة قالها ربنا عز وجل لنبيه لنريه من آياتنا معنى يا محمد أنت مقبل على مرحلة أخرى مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين من الموقنين بأن الله أعلى وبأن الله أقدر وبأن الله أكبر فماذا يفعل هؤلاء الطغاة الذين يناوشون الدعوة بين الحين والحين ماذا يفعلون ولو كان مكرهم لتزول منه الجبال ولو كان كيدهم ليبلغ عنانا السماء ولكن كيد أولئك يبور يا محمد تعالى في هذه الرحلة المباركة لترى من عظمة الله فيطمئن قلبك وتعلم أنك عامل عند ربك أنك داعية في طريق القوي العزيز يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا في الحطيم يعني حجر إسماعيل إذ جاءه جبريل عليه السلام ومعه البراق والبراق دابة تبرق تلمع فوق الحمار ودون البغل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فشقوا صدره عليه الصلاة والسلام وأخرجوا قلبه وغسلوه بماء بماء زمزم ثم بعد ذلك خاطوا الجرح قد يسأل سائل ويقول هل حدث مرة ثانية شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول أنس بن مالك ولقد كنت أرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق واتجه مباشرة إلى المسجد الأقصى هناك عند المسجد الأقصى يشاء الله تبارك وتعالى أن يجمع له الأنبياء ليأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلاة نافلة ما يهم نشحن نوع الصلاة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء في صلاة صلاة جماعة في المسجد الأقصى كيف حدث ذلك هذه من قدرة الله التي لا يستطيع أن يتخيلها الإنسان ولكن الإنسان لا يحيل ولا يجعله مثل هذه العقل ما يقدرش ما يقولش ويتجرأش ويقول بلي هذه الأمور مستحيلة لأنه هذه الأمور ممكنة الإنسان يرى في الرؤية يرى العجب العجاب يرى أمور مستقبلية يراها في لحظة لا تتجاوز عشرين ثانية وربما يشف في المطويل في مدة عشرين ثانية أو 15 ثانية فهذه الأمور نحن لا نستطيع أن نقول كيف حدثت ولكنها حدثت أن الله تبارك وتعالى جمع له الأنبياء كما سيجمعهم أو كما سيصفهم في استقباله كما سنرى بعد ذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وراثة النبي صلى الله عليه وسلم لموروث الأنبياء الذين قبله كلهم وأنتم تعلمون أيها الإخوة الأحباب كما رأينا في دروس سابقة في الدروس الأولى أن الله أخذ الميثاق على النبيين كلهم كلهم أنه إذا بعث فيكم إذا بعث محمد وأنتم أحياء لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا فالله أخذ الميثاق على كل النبيين أنه إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وَهُمْ أَحْيَاءَ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَتَّبِعُنَّهِ وَلِذَلِكَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر إحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا وقال أفي شك يا ابن الخطاب قال يا رسول الله ما عاذ الله فقط أنا أردت أن أطلع على ما فيها فقال عليه الصلاة والسلام والشاهد في الحديث هذا قال والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني لأن هذا هو عهد الله الذي أخذه على النبيين كما هو في صورة آل عمران عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما ينزل في آخر الزمن تعلمون أيها الإخوة الأحباب أنه ينزل في دمشق عند المنارة البيضاء فيجد المسلمين وقد صفوا للصلاة وتقدمهم إمامهم فإذا رأوه رأوا المسيح عليه الصلاة والسلام يتأخر الإمام ولكن عيسى يأمره أن يتم إمامته ويصلي عيسى خلفه هذا إن دل على شيء فإن عيسى إذا بعث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون له إلا أن يتبع شريعة محمد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا عهد الله إلى أنبيائه يخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أتم إمامة الأنبياء فيقدم له جبريل إناء به لبن يعني حليب وإناء به خمر وإناء به عسل فيتجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إناء اللبن فقال يا محمد تلك الفطرة التي أنت عليها وأمتك اخترت الفطرة يا محمد فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم أيها الأحباب وبعد ذلك يستدعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرحلة الأغرب والأعجب والأكبر والأرحب والأفضل والأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه روحا وجسدا كما عليه جمهور علماء البسلمين فإن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده والعبد ما كان روحا وجسدا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا لذلك جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين يعتد بعلمهم ويعتد بأقوالهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به روحا وجسدا إذ لو كان عرج به روحا في منامه لم يكن ذلك مدعاة لسخرية قومه فيرى الإنسان في الرؤى العجائب ولم يكن ذلك عجبا يستدعي أن يبدأ الله تبارك وتعالى قوله بسبحان الذي أسرى بعبده ليلا فالروح تعرج حتى روح الناس العديين أيها الإخوة الأحباب ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى السماء الدنيا فيستأذن جبريل من ملائكة السماء الدنيا أيها الإخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع قدم ما من شبر أو موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ملك ساجد تلاحظوا معي أيها الإخوة الأحباب السماء على ضخامتها كم حجم الأرض في هذه السماء كم حجمك أنت أيها الإنسان ولو جمعنا كل الناس على هذه الأرض حجم هذه الأرض كم هو حجمها إلى الشمس مليون مرة والشمس هي نجم صغير وكم حجم الشمس مع المجرة مع مجموعتها في المجرة اللي هي مجرة الدرب التبانة وكم حجم مجرة الدرب التبانة بالنسبة للمجرات المكتشفة لحد الآن مئات الملايين إن لم أقل الملايير من المجرات ومن النجوم السابحة في الفلك وكل في فلك يسبحون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والكون يتسع أنت أيها المتكبر الطاغي المستبد أنت فقط في زاوية من زوايا هذا الكون الفسيح الذي قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة توقف الزمن عندها يقف جبريل عند السماء الدنيا ويستأذن فيقول له الملائكة من؟ قال جبريل قال ومن معك؟ قال محمد رسول الله فقال الملائكة وقد أرسل إليه قال نعم فقالت الملائكة فنعم المجيء جاء به عليه الصلاة والسلام مرحبين بهذا الوافد الكبير المحبوب المقدم عند الله عز وجل الكريم عند ربه عز وجل يرحب به في السماء الدنيا وقد أنكره التافهون المهازيل الضعاف المتجبرون في الأرض لكن الملائكة قد رحبت به وكانت على علم بأنه آن أوان رسالته فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجد في السماء الأولى أبان آدم في استقباله فيسأل جبريل عليه السلام يا جبريل من هذا قال هذا أبوك آدم فسلم عليه فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا أبي فيقول له وعليك السلام ورحمة الله مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح يواصل النبي صلى الله عليه وسلم رحلته المباركة إلى لقاء مقبل بإذن الله أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة